رأيته أمير من السعودية جاء مكة وكان حوالينه عسكر وجلس عند الكعبة ويداي كان خاشع وأنا جلسة على أرض الحرم شفته شايفته شايفة الكعبة وفيه عسكر كثير وفيه شخص بياء يبقى يكلمه وأنا أقوله لا تكلمه الآن لأنه خاشع لأنه خاشع أمير من السعودية وكان عنده خشوع عارفين أن الخشوع ده بيدل على بعض الأخطاء الأخطاء اللي من وراها بعدها الواحد بيفوق لنفسه فلما يجي أمير يعمل كده في حد هيصحح حاجة معينة في السعودية لأن فيه عسكر وكانت الكعبة موجودة واحد كان هيكلمه لا هو فيه يعني فيه حد فعلا من العائلة الملكة هيحاول يصحح حاجة آآ معينة طبعا احنا فاهمين طبعا الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في السعودية ودي خاصة بحاجة زي كده فاللي جاي بيتكلمه ده هي منعته يبقى فيه حد هيصر أن الأمور ترجع تاني بتوبة والله أعلى وأعلم سخدوا بالكو برضو سنين لأن هنا وجود الكعبة لسه فيه سنين برضو بل من أمور تثبت والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر